هذا وقد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً لتوضيح كيفية التعامل الآمن مع الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي تطرق تقرير إلى إرشادات إجراءات التعامل الفوري مع حالة الطوارئ والمتمثلة في القيام أولاً بغلق محابس البتجاز والسخان وكذلك محبس الغاز الرئيسي في المنزل مع التأكد من غلق الغاز من المقبض المتواجد على المصورة أو بجانبها في اتجاع قارب الساعة وعدم استعمال مفاتيح الإضاءة أو أجهزة الهاتف والأجهزة الكهربائية التي قد ينتج منها شرر كهربائي